منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي يدور صراع منخفض المستوى وبشكل شبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ومع مرور الوقت أخذت التهديدات والمناوشات تتصاعد بشكل حاد بين حزب الله وإسرائيل حالما أعلن قادة عسكريون إسرائيليون توقيعهم على خطة هجوم لطرد حزب الله من الحدود وبشكل علني هدد مسؤولون إسرائيليون بشن حرب شاملة على لبنان ما لم يبتعد مقاتلوا حزب الله عن الحدود فيما يربط حزب الله كف هجماته على إسرائيل بإنهاء حربها على قطاع غزة ويغذي القلق من نشوب حرب وشيكة في لبنان عدة عوامل لعل أبرزها تحذيرات دول لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان أحث مواطنيها المتواجدين هناك على العودة في أقرب وقت وتبدو واشنطن متخوفة من تداعيات حرب واسعة النطاق حيث كشف مسؤولون أمريكيون عن خلاف بين نيتنياهو وإدارة بايدن يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهديئة التوترات على الحدود اللبنانية وتستشعر واشنطن خطر أي عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان لأنها ستؤدي إلى رد إيراني دفاعا عن جماعة حزب الله الأمر الذي قد يعرض القوات الأمريكية في المنطقة إلى الخطر وفي ظل تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ودعم إيران الواضح للفصائل المسلحة تنذر التكاهنات السائدة بشأن طبيعة تلك الحرب المدمرة إذا ما وقعت على قربها من التحول إلى حرب إقليمية شاملة